دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في السودان للعودة إلى الانخراط في الحوار لإيجاد حل يدعم تقدم السودان نحو حكم يقوده المدنيون والديمقراطية وانتخابات حرة ونزيها وقالت الوزارة أنها اطلعت على خطاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن حل مجلس السيادة حال تشكيل حكومة مدنية في السودان ومن جهتها رفضت قوى الحرية والتغيير اتلاف المعارض الرئيسي في السودان أمس الثلاثاء أعلان البرهان أفساح المجال لتشكيل حكومة مدنية ووصفته بأنه خديعة داعية إلى مواصلة الاحتجاجات